فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله مع هذا لما دعا كل منهما طائفته أنكر صلى الله عليه وسلم وسمها دعوة جاهلية حتى قيل له إن الداعي بها إنما هما غلامان لم يصدر ذلك من الجماعة فأمر بمنع الظالم وإعانة المظلوم نعم فهذا هو من عدله صلى الله عليه وسلم وإنصافه أنه أنكر دعوة الجاهلية وأنكر الظلم أيضا أنكر دعوة الجاهلية والعصبية وأنكر الظلم وأمر بنصرة المظلوم قال ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المحذور إنما هو تعصب الرجل لطائفته مطلقا فعل أهل الجاهلية فأما نصرها بالحق من غير عدوان فحسن واجب أو مستحب نعم هذا هو الواجب أنه إذا حصل نزاع أو حصل اعتداء فإنه لا يقر لا يقر الاعتداء والظلم ولكن يزال الاعتداء والظلم بحكم الكتاب والسنة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويله لا أن نرجع إلى العصبيات والقبليات وكل يأخذ ثأره بقوة قومه وقوة قبيلته فإن هذا من أمور الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها